بسم الله الرحمن الرحيم أسعد معكم في برنامجكم فقهيات وموضوعنا هو الأقرأ في السنة قد جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يأم الناس الأقرأ لكتاب الله كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة وعلى هذا فينبغي أن يولى في مسألة الإمامة الأقرأ لكتاب الله والسؤال الذي يطرح نفسه من هو الأقرأ لكتاب الله ذهب الشافعية إلى أن الأقرأ هو الأفقه استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الصلاة أبا بكر وهذا يدل على أن أبا بكر كان هو الأفقه لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي أقرأكم أبي بن كعب فلو كان أبي هو الأفقه ذي ذلك لكان هو الذي قد قدم بدلا من أبي بكر ولا شك أن أبا بكر هو أفقه من أبي والصحيح في هذا هو أن الأقرأ لكتاب الله لا يخرج عن معنيين المعنى الأول أن الأقرأ هو الأكثر قرآن كما جاء ذلك في حديث عند البخاري من حديث عمر بن سلمة قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن وهذا المعنى هو الصحيح المعنى الثاني الذي لا يخرج عن المعنى الشرعي هو أن المعنى الأقرأ هو الأحسن قراءة كما جاء ذلك عن عمر مند البخاري أنه قال أبي أقرأنا أي أحسننا قراءة وعلى هذا فالأقرأ لكتاب الله هو أنه لا يخرج عن معنيين المعنى الأول الأكثر قرآن والمعنى الثاني الأحسن قراءة والحسن هنا حسن من حيث الأداء وحسن من حيث الصوت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود ولكن إذا اجتمع الأقرأ الأكثر حفظا والأقرأ الأحسن قراءة فأيهما يقدم المعروف عند أهل العلم أن المقدم الأكثر قرآنا ولهذا قال الإمام إبن رجب رحمه الله أن الأكثر قرآنا هو الأكثر في الأحاديث لكن إذا اجتمع إثنان كل واحد منهم حافظ لكتاب الله فأيهما يقدم عند التنافس فإنما المقدم حينئذ هو الأحسن قراءة وأداء وتجويد وعلى هذا يكون الأمر أن المقدم هو الأكثر قرآنا الثاني إذا تنافس الأكثر قرآنا وقد تساوي فيقدم حينئذ الأحسن قراءة وأحسن صوتا إلا إذا كان المقصود هو أن ليس ثمة تنافس وكان إنسان أحسن قراءة وأحسن أداء وأحسن تأثيرا فلا شك أنه ربما يكون في بعض المواطن المفضول يكون فاضلا ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة حذيفة مولى سالم قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا في هذا كفاية أسأل الله سبحانه وتعالى إن وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة